وللحديث عن واقع أهم قطاع حساس في الجزائر قطاع الصحة نسعد باستضافة وزير الصحة والسكن وإصلاح المستشفيات معالي الوزير عبد الملك بودياف شكرا جزيلا على قبول الدعوة وأهلا بك معنا شكرا جزيلا أهلا وسائل أسأل خير معالي الوزير وشكرا جزيلا مرة أخرى لأطول الدعوة قبل ذلك فقط معالي الوزير نستعرض جزءا من سيرة معالي الوزير الذي حاز على عدة شهادات جامعية تقلد عدة مناصب كوالي منتدى بالإشراف على ثلاثة مقاطعات إدارية بولاية الجزال العاصمة وبعد ذلك عين كوالي على رأس كل من غردايا ثم قسنطينة وأخيرا وهران ومنذ 11 سبتمبر 2013 يشرف السيد عبد الملك بودياف على قطاع الصحة أهلا بك معنا مرة أخرى أكيد أنه قطاع حساس مثل قطاع الصحة ليس فيديو أو صور روجة لها من أحد المستشفيات هناك عمل كبير هناك حركية كبيرة في القطاع هناك منظومة صحية كيف نستطيع اليوم تقييم المنظومة الصحية؟ تفضل شكرا جزيلا مرة أخرى شكرا على هذه الاستضافة أنا سعيد جدا بأن أكون اليوم ضيف النهار وفي هذا الوقت بالذات أريد فقط تصحيح مصطلح تقريبا تعود عليه المواطنين لمدة حوالي الأسبوعين الماضيين فيما يخص ما تصطلح عليه بالفضيحة الفضيحة مصطلح كبير هو قطاع الصحة والفاعلين والمهنيين على الصحة يرفضوا هذا وأنا شخصيا أرفض هذا لأن هذه العملية هي عملية معزولة الصحة فيها مجهود كبير قمت به الدولة فيه ناس رأيت عمل حقيقة الشيء اللي شفناه في التليفزيون واللي ظهرتوه الآن على شعال الشاشة يرفضوا أي إن كان نرفضوه كمواطنين نرفضوه كمسؤولين نرفضوه أيضا كمهنيين في هذا القطاع يرفضوا كل جزائري لماذا؟ لأنه الدولة الجزائرية وفرت الكثير وقامت بالكثير في ما يخص المنظومة الصحية انتحها المنظومة الصحية يعني لازم النساني يكون مقعي عرفت تذبذبات كبيرة فيه مشاكل كبيرة كانت إضرابات كبيرة كانت نقص كثير كانت مشاكل هذه كلها تم التشخيص انتحها ووصلنا إلى خلاصة الخلاصة هذه هي أن المنظومة الصحية في الجزائر تسير عندها مشكلين اثنين المشكلة الأول هو مشكلة تسير والمشكلة الثانية هو مشكلة تنظيم ولهذا فيه إجراءات ردعية فيه إجراءات يعني فيه خريطة طريق تم تبنيها على مستوى المزارة وتم إعلام المسيرين والإطارات بتنفيذ هذه الإجراءات التي تتمثل في إعادة الاعتبار للمؤسسات الاستشفائية على مستوى الجزائرية لتكفل بالمواطن الجزائري وبالمريض الجزائري لتوجه لهذه المؤسسات الاستشفائية العملية فيها مداخلات كثيرة ومخرجات كثيرة كان لابد من أخذ الجانب البيداغوجي كمرحلة أولى لإعادة الاعتبار لأنه لابد من يعني يعني لفت الانتباه التركيز التكوين المستمر التكوين الزمني المحدود يعني سيكليك لابد من يعني يعني الرجوع إلى الأولويات في المنظومة الصحية التي تتمثل في النظافة في الاستقبال في أمن المسير يعني المهنيين وفي أمن المرضى القضاء عن الندرة على الأدوية التي كانت موجودة أخذ بعين الاعتبار المشاكل للمهنيين التي طالبوا بها الشركاء الاجتماعيين الممثلين في النقابات والتي أنا من الناس التي قلت أنهم الحق في كثير من النقاط أو جلها والتي الحمد لله اليوم سيقعد المشاكل تعرف الحل انتحها والتي نحييهم بالمناسبة وكذلك حل المشاكل المديونية العمل على استرجاع الثقة بين القطاع على الصحة وبين المهنيين من جهة يعني المركزية من جهة وكذلك القطاع على الصحة والمجتمع لأنه اليوم لاحظنا أنه هناك كانت هناك ديون متراكمة كثيرة سواء مع الصيدلية المركزية سواء مع المتعاملين الخواص في الخارج أو حتى الفرماسي سنترال الصيدلية المركزية اللي تمول بنسبة كبيرة المستشفيات نتعنا كان لابد من عمل كبير في هذا تبعوا أو أتبعوا بتكوين هذا التكوين كان فيه كما قلت تكوين متواصل وكان فيه تكوين ظرفي قصير المدى نتعى مدة 21 يوم طيب نعلي الوزير لكن هذا لا يعني أنه ليس هناك ربما نقاط ضعب في المنظومة الصحية بالرغم من الإمكانيات الضخمة التي سخرتها والتي تضخها الدولة سنويا ربما نأخذ داعينا من جنوبنا الكبير حيث يعاني سكان بلدية زيواطين الحدودية من نقص في شتى المجالات التنموية وبالدرجة الأولى واقع قطع الصحة حيث استنجد السكان بالمسؤولين على القطاع بالتفاتة إليهم من وحل مشكل ومشاكل القطاع الصحة بالولاية عبدالزاق حاجي ووردة أقشيش أعدى هذا تقرير ثم نعود لنواصل النقاش هنا هنا ببلدية زيواطين الحدودية بين الجزائر ومالي والتي يعاني سكانها من نقص حد في الخدمات الصحية فالمستوصف الوحيد بالبلدية مغلق وفي حالة كارثية وضع جعل سكان المنطقة يخرجون عن صمتهم ويستنجدون بالسلطات العليا سبيطر ما فيها شي موسخ وما فيها الدواء ما كائن حد فيه باقي من الدولة تعطينا شي من الدواء والله يجي دكتور يدوي الناس حالة الصحة في انظواتين معدومة يعني عدم تم ما كانش لخدمها ما يخدموش والمرضى كائن والصحر الحالة نائية مئة بالمئة منطلبه يحضروا يطلوا لنا ويشوفوا لنا الحالة يشوفوها لنا مئة بالمئة عن الناس بطار انظواتين ما فيه والو ناقص فيه كلش طب ما فيه ولا بيروز الثاني ما فيه مرض واحد أنا ما كانش اللي يوصل للتمرص رئيس البلدية من جهته اكد ان الشلال القائمة في قطاع السحة هو تدهور حالة الطريق الرابط بين بلدية زواطين وعاصمة الولاية تم نرصت وان مقر السحة الجوارية لم يعد يسع لتقديم الخدمة للمواطنين العيدام وطريق بيننا وبين تمرص اي قرارس اللي شرعوا هم يتكسروا تمتم وثانيا كان البرنامج اللي دروها اللول الصحة الجوارية هالي اللي دروها دروها الصحة الجوارية الصغيرة هي ما بقيتش صغيرة كانت نهر اللي برمجوها برمجوها 9000 واليوم أنا نمشها في 30 3000 الشلل اللي موجود هو النقص في الامكانيات اللي موجودة على مستوى بلدية بلدية صغيرة يبقى سكان بلدية زواطين ينتظرون زيارة وزير الصحة للكشف عن الكوارث التي تحدث في قطاعه نعود إلى النقاش في ريافتنا مع علي الوزير كما تبعت معنا في هذا التقرير إضافة لذلك شاهدنا خلال هذه السنة العديد من الاحتجاجات في الجنوب الكبير بسبب ما وصفوه بسوء التسيير والتجاوزات الخطيرة حسبهم أولا بالنسبة للجنوب لازم تعرفوا بالأول مرة نعتقد منذ 62 تم لقاء في ورغلا خاص بالصحة في الجنوب وتم تدارس كل النقائص ما لاحظناه الآن في الفيتيار مثلا إذا كان حبنا باش نعلق عليه مشفناش المؤسسة الجوارية تعتين زواطين نعتونا رئيس البلدية الكلام اللي يقوله يقول شيء آخر يقول بأنه المصحة لما تبنات تبنات لسيعة معينة من المواطنين اليوم العدد من المواطنين يتكلم عليه بحوالي 30 أو 35 ألف نسمة النقطة الثانية هي أنه احنا اتخذنا قرارات كبيرة في ورغلا مش فقط لتين زواطين أو التمرست ولكن لكل الجنوب الكبير من أنه أننا ندعمهم بالمؤسسات الاستشفائية المتنقلة كنابل لكينو موبيل كينو موبيل وفيهم تخصصات يمشيوا للمرأة لأنه الآن المشكلة اللي موجود في هذه المنطقة هو مشكلة المواطنين اللي يسكنوا في المناطق النائية ما هونش المواطنين اللي في تين زواطين أو في نفس المكان يعني اللي في نفس المكان النقطة الأخرى اللي حبيت نتكلم عليها بالنسبة لتمرست أنا مشيت لعين صالح ومشيت لتمرست عين صالح عندهم مستشفى 120 سرير أنا مشيت لهم وعاهدهم باش نرجع لهم وعني عنده أهدي وفي الأيام القليلة القادمة إن شاء الله تم تختيار شركة لبناء مستشفى 120 سرير كانوا يعانيوا من المشكلة نتعى الاختصاصيين حلينا المشكلة نتعى السكن والاختصاصيين الآن عندهم عدد لا بأسابيه نفس الشيء بالنسبة لتمرست عندهم مستشفى 240 سرير تعرفوا المسافة نتعى البعد الشركات حتى اللي باش تعمل ثم ماشي سهلة فتم اختيار شركة أجنبية بطبعا أسعار معقولة تم التفاوض لها وراح يكون فيه زيارة بداية إن شاء الله 15 يوم الأولى نتعى سبتمبر نحده لليوم في الأيام القيلة قادمة إن شاء الله باش نوضع هذا نوضع الحجر الأساس لبناء هذه المؤسستين الاستشفائيتين الكبيرتين النقطة الأخرى اللي هي كثير مهمة حبيت نبلغ لكم بأنه في تمر رأس اليوم عدد الأخصائيين اللي كان ثم أكثر من 57 طبيب أخصائي هذه في العام الماضي وجلهم بقاوا في المنطقة ننتكلم والمواطنين اللي يشاهدوا فينا بقاوا ثم إلى درجة أنه الآن الأطباء الأخصائيين اللي نبعثوهم ممكن ما يقولوش حتى السكنات الوظيفية مكانش هذه ظاهرة صحية ظاهرة بأنه فيه اعتناء النقطة الأخرى أنه الوفرة تعدوا قبل اليوم كانوا يعانيوا هذه كلها مشاكل حلت وهذا المشاكل أنا شفت الريبرتاج هذا اللي قدمته اليوم شفت قبل اليوم نعدت أيضا قرية أخرى في مكان آخر هي محل متابعة يكون ممكن فيه نقص المواطن الجزائري أين كان وأين هو اليوم من حقه أنه يطلب الأحسن يطلب المزيد يطلب العناية أكثر ونتأهد معهم بأنه تكون لهم زيارتين زواطين ورح نقف على هذا وتمنيت أنه في الفيتيار ينعتونا المؤسسة الاستشفائية لأنه الكلام هكذا واشقالت الصحفية واشقال رئيس البلدية ما هوش ماشي مع بعضها رئيس البلدية يقول باللي العيالة صارت صغيرة ما قالش باللي فيه نقص من كذا ومن كذا ما قالش فيه انعدام ما كانش فيه نقص الدواء قال باللي صارت صغيرة الحجم انتحها لم يعود قدرة الاستيعاب انتحها أصبحت غير كافية فبتالي لابد من أخذها ولكن أنا أتعهد إن شاء الله أمامكم وبالتأكيد النهار ستكون معي وتنقل الصور على هذا إن شاء الله لكن قبل التعمق والتحليل في هذا المشروع نتحدث فقط عن الأخطاء الطبية التي أخذت في السنوات الأخيرة منعرجا خطيرا في الجزائر واضحة تفرز معاقين لم يولدوا بالإعاقة بل اكتسبوها كحال عبدالقادر هواري البالغ من العمر 11 سنة هذا ابني هواري عبتغادر وراه يعاني من عيني وراه مش يشوف وراه في عامين متخلي الدراسة ومعنها قاسة مآية يعني ظروف كبيرة كنتم دي حتى الوهران في كونيو ودار الأمالية الشبكية ومستطقتلوش واليوم يعني راه قائد 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 قائدين وادوني ثاني يعني في الجلفة ادت خطرات وروحت يعني في رمضان أرباء خطرات والأخمص خطرات وانا الروح وكل روح مكان حتى حياة واليوم الله غالب كاشو عادر يشوف يا واللي در يعني يعني يا طبيب والله حاجة ماذا به يساعدوا يردون أنها الباصاريين تعوهم مسكين ويساعدوا الله غالب علي معاني الوزير نعلم أنه مشروع القانون الجديد الذي وضعته ووزارة الصحة والتي أشركت في جميع الفاعلين من أطباء وخبراء وحتى جمعيات المرضى لأول مرة في الجزائر سيتم الاعتراف بالأخطاء الطبية وإرغام المؤسسات على وجود تأمين عن المرضى وإجراء جديد شكراً أولاً نعطينا فرصة نتكفلوا بهذا المريض إن شاء الله سوف نتصل بكم فيما بعد تعرفون أن العالمين تعود إن شاء الله عارب يجيبون الشفاء ثانياً بالنسبة للقانون الجديد فيما يخص هذا الفصل لأن القانون الجديد فيه تسع فصول جل الفصول لم يتطرق إليها في القانون القديم تاعة 85 أو ما سبقه الأخطاء الطبية هي تصراف العالم بأسره لكن في الجزائر كان هناك فراغ قانوني فلما تصلوا بنا أنا موصلت للوزارة لما تصلوا بنا الناس لما تمشي للعدالة العدالة هذه الملفات حساسة جداً فلابد من خلق ما نسميه بالليتيك يعني أنتع الطب أنتعنا في الجزائر وهذا الشيء اللي يمفيه الليتيك لا هي موجودة فيه أستاذة على رأسها فيه مجموعة من الخبراء لأنه لابد من أن يكون الخبراء ويتمحهم بالجانب القانوني حتى يتسنى للعدالة أنها تفصل في القضايا الدولة الجزائرية وش وضعت الدولة الجزائرية وضع في كل مثلاً ولاية أنشابيتر يعني فيه دراهم في حق أنتع المواطنين هذين ما بش يعوضونهم وموش ممكن أنك تعوضي الإنسان اللي هو مش هل العدالة تصوروا لو أنه إنسان وقاله خطأ ويعوض له وبعد مدة تجي الحكم ضده يعني الوليون قلوا بلي عن طريق العدالة فبالتالي القانون الجديد أخذ في فصل من الفصول حق المواطنين في أنه لو تسببت هناك أو كانت هناك أخطاء ناتجة عن أخطاء طبية أو صحية في خلال العمليات لابد من الأمور تكون تمر عن طريق العدالة وباسم القانون يتحصل هؤلاء على حقوقهم طيب موضوع آخر دائما في الصحة وزارة الصحة اتخذت العديد من الإجراءات لخفض فاتورة الاستيراد للأدوية أولا ما هي النتائج لحد الآن شكرا موضوع فاتورة الاستيراد هو موضوع ذو شجون وموضوع مهم جدا لماذا لأنه أول مرة تقع هذه التجربة في الجزائر أول مرة مواطنين معدل المزير ربما تعتبر خطوة جريئة أو التحدي لبارونات الأدوية أنا لا أقول بارونات الأدوية لأنه البارون يعني هو مواطن سواء جزائري أو أجنبي يسعى إلى أنه يأخذ الربح واخذوا ما فيه كفاية لكن حان الوقت بأنه في الجزائر ومعنده علاقة بالأسعار النفط لأنه العملية قمنا بها نحضر لها منذ مدة بدليل أنه اخذينا احتياطتنا واتفدينا ما قد يعني يحدث من هنا أو هناك بالرغم من المحاولات التي عرفتها هي محاولة يا إيسا طيب فسامحني نحن قمنا بالعملية العملية عرفت يعني انخفاض في الفاتورة بعملية مدروسة وبمشاركة كل المستوردين أو المخابر المحلية والأجنبية ونتيج تحها كان طيبة جدا بدليل بدليل أنه رقم الشتوف في الكنيس الآن فات حوالي 40% أو أكثر العمل المتواصل فيه يعني تصفية لانوموكلاتور تعليميدي كمان في الجزائر غير معقول أنه في الجزائر 2015 عندك أكثر لانوموكلاتور تعليميدي 5800 دواء هذا غير ممكن يعني غير معقول يعني سيتم تخفيضه إلى 1200 1200 1200 مع المختصين في هذا الباب ولابد أنه ندخل هذا الباب عن طريق المنظمة العالمية للصحة واللي أيدتنا ومشاركتنا وعننا جزائريين يعني مختصين كبار يعملوا في هذا الشأن اللي يخدموا كثير في هذا الباب مع الوامس ونحن سيرين في هذا المجال سعادتنا أنه اليوم المواطنين لما يمشيوا بعض الصيداليات عادة يشيوا أدوية بتكلفة مثلا 200 ألف 300 ألف 800 ألف يقولوا لا 40 ألف أو 50 ألف فيتفاجئوا المواطنين يقولوا لا لا يقولوا هذا هو السعر المتحدة لأنه اليوم صار فيه تخفيض وما زال نمشي لهذا والهدف الثاني هو من هذه المراجعة لهذه الأسعار هو كيف نشجع هذه الصناعة الصيدلانية الشابة المحلين لا بد من أنه نحن عندنا هدف نصبه إلى أنه 2017 نصل إلى تغطية 70% أنا كمواطن جزائري نغير لما نشوف دولة فيها 80 مليون نسمة أو 85 مليون نسمة عندهم تغطية الدواء أن تحم 26% وفاتورة الاستيراد ما تفوت مليار أورو أو دولار لأنه هذه الفاتورة خاصة فقط للمادة الأولية التي يجيبوها ممكن أن يكون حاجة إليها فأنا أصبه إلى أن تكون بلادي في هذا المستوى وأهوى أحسن لماذا؟ لأنه عندنا الكفاءة عندنا الإطارات عندنا يعني اليوم أكثر من 75 معمل موجودة في الجزائر تعمل عندنا 165 رايح في الطريق نتعلي إنجاز النسبة كبيرة رايح تكون لابد أن يكون عندنا طموح ولكن يكون طموح فعلي شرعي لابد أن نسير إلى الأمام لابد أن نأخذ ثقة في أنفسنا أيضا طيب مع الوزير حقيقة لا تتوقعون أن تؤثر ربما بالسلب على السوق الجزائرية على غرار افتعال ربما ندرة الدواء ما فيهش ندرة الدواء فيه محاولات أنا أعطيك مثال في مرحلة معينة الصحافة كل يوم تصبح علينا قال الأدوية السكري نقصة وحتى بعض القنوات ممكن تبعت هذا الشيء أنا أقول فقط بأنه اليوم في الجزائر لدينا ثاني معمل في العالم بعد المعمل الثاني في الجزائر اللي يصنع المادة الأولية نتعال السكري فغير نحن نفكر كيف نصدر المادة هذه فأنا نتفاجئ يقولوني باللي كذا تكلموننا على بعض الأدوية ما كانش فيه ندرة فيه هناك فرق بين دواء موجود عادة يتناولوه الجزائريين وفيه لوجينيريك نتعوه ما فيهش ندرة ما فيهش ندرة الآن هنا لابد من أنه حتى مع الصياد لا يبدو أنه يكون فيه ثقافة جديدة يكون فيه تكوين جديد ونحن متحكمون في هذا وفيه قناة من القنوات لدعي لذكر اسمها قالوا لي باللي فيه تقريبا تأكيد بأنه فيه ندرة قلت لهم الآن في المكتب انتعي تمشيوا لابسياش نعم وظهروا بأن الأدوية متوفرة تكلمونا مثلا عن لسانترون لسانترون مرضي على القلب دارونا عليه دعاية بأنه يخصوا دعاية للمواطنين يقولون لهم باللي الدواء يخص المواطني يخذ بوات باطا تحكمه شهر أو تحكمه شهرين إذا كان الطبيب يقال له أخذ حبة تحكمه شهر إذا كان مثلا أعطي مثال هكذا الإحصائيات اللي موجودة عنا في وزارة الصحة نحن في حاجة إلى ربعين ألف بوات كارونت ميل بوات احنا جبنا في شهر ماي خمسة وخمسين ألف وفي شهر جوان خمسة وخمسين ألف معناها عندي إضافة تحت ثلاثين ألف في جوان جوية هذا جبنا أكثر من ثمانية وثمانين ألف وداخلها مياء وخمسة وعشرين ألف ماذا قام هذا كما سميته مثال بارونات هذا أصحاب الدعاية وش قالوا خلقوا هذه الفكرة بأنه الإنسان اللي يخذ باطا لازم يخذ ثلاثة لأنه خايف تقطع الدواء احنا نطمنهم من خلال القناة نتاعكم وقلهم الأدوية متوفرة أردوا بالكم شيء أكثر من اللازم لأنه قد يلحقها لديلين تعالى تموت وما تصبح صالحة فيما يخص شرائحها قياس السكر هل بتقليلها إلى علبة واحدة سيكفي المرضى يعني لا هي لا تؤثر هي الشرائح المريض خلق الجدلا واسع لا الشرائح باش تكون أمور واضحة تأخذ مثلا ثلاثة شرائح لمدة ثلاثة شر تأخذ شريحها لمدة شهر معناها تنتهيك شهر تمشي لشهر الثاني وهكذا لماذا؟ لأنه فيه دراسة ميدانية عن طريق هذا المنهجي أو التعامل هذا مع الصيدليات أصبح فيه النبي فيه يعني ممكن ما نقولش يعني ممكن نقول بأنه فيه ما نسميه النبي تبذير فيه تبذير هذا هي المصطلح فيه تبذير الدواء موجود متوفر فلما يأخذ شهر والشهر الثاني يأخذ من الصيدرية المهم يلقى وشحب فيطمئنه أيضا من ناحية هذه طيب معي للوزير كنا نتحدث عن ندرة الدواء نتحدث الآن عن مرض العصر مرض السرطان اليوم نستطيع القول بفضل الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الصحة من طرف القائمين عن القطاع بتكوين أطباء وممرضين أيضا وانطلاق مراكز من كل من سطيف باتنا أيضا عنابة قسنطين أيضا من توفير خدمات التدوي بالأشعة والعلاج الكيميائي لكن اليوم دائما نرى أن مواعيد العلاج ما زالت تصل إلى ستة أشهر حتى إلى عام لا في المستشفى لا أبدو أن نصلح بعض أولا أنا نشكرك على هذا الإلمام بهذا الموضوع تم فتح صطيف باتنا عن نابا قم تجديد قسنطينة مئة في المئة وزرناها الأسبوع اللي فات كمشينا في العملية هذه حتى أنه مسألة تكوين الأطباء والمرضين واليوم على مستوى الوطن أقول على مستوى الوطن كل ولايات الوطن بالنسبة لشيميو تيرابي الكيميائي كل الناس تعالش في الولايات نتحها مشينا إلى أبعد من هذا حتى في الدوائل الكبيرة وإن كان اللي زاقلوا مراسل من الكبار تعالى المواطنين حلينا مصالح الحمد لله المواطنين آخر شي الأسبوع الماضي مشينا نشلف في زيارة وفوجائية وكانوا جمعا تعالى تعالى نحار وحاضرين معنا 67 لعدد انتحهم من ولاية شلف والدوائر المجاورة تعالى الولايات وبعض الولايات المجاورة هذ المواطنين كلهم كانوا يتقلوا إما لجزائر العاصمة أو البوليدة أو وهران أو لمسان أو سيدي بالعباس الآن على مستوى الوطن موجود هذا البارح شعرت عندكم في التلفزيون ظهرته أو البارح الجماعة في تمرست يعالجوا فيهم وكانوا يشكروا في ربي ويحمدوا في ربي ويقول لك أنا في رحمة ربي هذه بالنسبة لشيميوترابي بالنسبة لراديوترابي هناك مشكل ما تروح الآن على مستوى العاصمة ما هوش مشكل عويس راح يتحل ممكن مع نهاية السنة لماذا؟ لأنه رانا نجدد في المركز نتعلم بوليدة اللي راح يمشي بآلة وحدة فالمواعيد لم تعد بتلك المواعيد اللي كانت بالعام وعام ونص وبعدين يجير المواطن يقولوا الآن نمدلك موعد على شهرين أو ثلاثة هذه ما بقىش سمحيني ما بقىش مشكل النقطة الأخرى اللي هي كثير مهمة الفاتورة تعدواء في 2014 62% تاعها كانت خاصة بالمرضى تعد السرطان والتكفل بهم اليوم ما بقىش مشكلة يقولوا باللي مثلا واحد يروح باش يدير لراديوترابي ولا يروح يدير لشيميوترابي لمشكلة مطرح الدواء موجود النقطة الأخرى هو الآلات الحديثة اللي تحصلت عليها الجزائر الآلات هذه ونأكد بأنه احنا شرطنا على اللي يدفر النساء لباك هم اللي موجودين في العالم شرطنا عليهم أنهم يكونوا موجودين في الجزائر أنه لابتياس دوروش يكونوا موجودا في الجزائر وأنهم يكونوا المهندسين انتعنا انتعلى راديوترابي وهذا الشي اللي رأوا حادث كاي المشكل لابد نقوله وانا نقوله وانا مسؤول القطاع لازم نقوله باش المواطنين يكونوا على علم لأنه ما كانش فيه شي نخبيه بعد العملية التحسيسية الكبيرة اللي قمنا بها العملية فات مع بعض الجمعيات الناشطة في هذا الباب فيما يخص التشخيص المبكر تعثدي ظهر بأنه الآن فيه إقبال كبير والحمد لله هذه ظاهرة صحية السيدات الآن أصبحوا يمشيوا باش يعني يقوموا بالعملية الماموغرافي انتحم باش يدروا الفحص انتحم فالعدد الجنابي اللي كان عدد كبير كان عدد مهم ولهذا الآن توجهوا المواطنات في هذا الشأن هذا لابد أن تكون فيه عناية خاصة هذا اللي فيه نوعا ما ضغط وهنا في العاصمة مثلا في بيتنا بدأ في عنابة بدأ في ستيف بدأ في قسنطينة كذلك بدأ إذن أقول أنا صرحت قبل اليوم وقلت بأنه بالنسبة للكونسير بالنسبة لراديو تيرابي لمشكلة هذا يحل نهائيا أقول نهائيا نهاية السنة نكون جددنا أضفنا مسرع في سي بي ام سي بياري ماري كيري ونكون انتهينا من العمل تعلب ولايدا ما يبقاش مشكلة مطروح ضيف إلى ذلك نحن نطمح بنهاية السنة إلى فتح المركز نتعة لمسان ومركز سيدي برعباس إن شاء الله مالي الوزر نستسمحك فقط نمر إلى فاصل إعلاني قصير وبعدها لن عودة للحديث دايما عن واقع قطع الصحة في الجزائر مع الوزير وزير الصحة عبد الملك بودياف ابقوا معنا عودة من جديد مشاهدنا الكرام للتحليل والمناقشة مع وزير الصحة عبد الملك بودياف كان الحديث عن مرض العصر مرض السرطان هناك ضغط كبير تشهده المستشفيات الجامعية أين هو دور الصحة الجوارية اليوم خارج طبعا نتكلم عن الصحة الجوارية خارج مرض السرطان الصحة الجوارية نحن انتهجناها كسبيل آخر كتاريخ آخر لفي تخفيف من الضغط على المؤسسات الكبرى سواء في العاصمة أو خارج العاصمة سواء كان مستشفى جامعي أو غير مستشفى جامعي الدولة انتهجت فكرة أنه وجود في كل الأحياء أو بالأخص الأحياء الكبيرة عيادات عيادات متنوعة وكبيرة وفيها قمنا بعملية الإكسترناليزاسون يعني إخراج بعض المصالح من المؤسسات الكبرى مع أطباء متخصصين إلى هذه العيادات الهدف منه هو أنه ما نسميه بأنه يتنقل الصحة أو يتنقل المختص أو الطبيب إلى المريض عوض المريض أنه يخرج من بيته ويمشي حتى المستشفى يخرج من بيته وعنده العيادة عنده الطبيب عنده الأيام اللي يجي فيها يعالجه يقوم له بالفحص يقوم له بتحليل الأولية يدير له الأشعة الأولية إذا كان فيه ضرورة بأنه يتنقل المستشفى يعطي له موعد ويروح كذا فهذه العملية رح أولا تخفف على المواطنين لأنه تكون الصحة بجنبه ثانيا يعني تخفف من الضغط على المؤسسات الاستشفائية وبالأخص بالأخص بالنسبة للاستعجالات وأنتم لاحظتم معي في أنه في هذا الشهر مثلا شهر رمضان الفارض الأمور كانت مرتاحة كثير في الصحة بالنسبة للعاصمة وكل المدن الكبرى لماذا؟ لأنه كان فيه العمل هذا بإخراج بعض المصالح للمواطن في حاجة إليها في هذه الأحياء والتي أعطيت نتائج جدا ومشجعة والتي ستعرف يعني تجسيد أكبر مع ما سميناه بالمقاطعة الصحية لتدخل الخدمة ابتداء المنسيب إن شاء الله إن شاء الله وهذه دخل في ما نسميه بالخريطة الصحية الجديدة إن شاء الله خطوة جديدة وجريئة اتخذتها وزارة الصحة الاستشفائية المنزلية الاستشفاء المنزلية لو تحدثنا أكثر عنها الاستشفاء المنزلية جاء بعد من نقاط أيضا لتخفيف العبء على المؤسسات الكبرى أو الكبيرة هو الاستشفاء المنزلية الاستشفاء المنزلية تمثل فيه أولا فيه حفاظ على كرامة المريض بلأخص الناس كبار نتعسن لأنه نحن في الجزائر مبدأ نطلقنا من مبدأ أنه فيه الخلية الأسرية التضامنية الكبيرة جدا في العائلة فننقل الصحة إلى البيت الإنسان اللي مريض ما يقدرش يتنقل الإنسان اللي عاجز الإنسان اللي معانيش إمكانيات ينتقل له الطبيب الممرض الممرضة يعالجوه في بيته يوميا أو أسبوعين أو كل يومين هما يشوفوا الوضعين تعه النقطة الأخرى راح نخفف على المؤسسات من الضغط المرضى اللي يتنقلوا من ناحية النقل من ناحية الإمكانيات المادية من ناحية الأسرة في المستشفيات أنتم تعرفوا بأنه بعد التحليل اللي قمنا به الجزائر اللي قينا عندنا ميتين سرير فيما يخص عملية الاستعجالات متعليقين عاش الآن فتنا الـ 1200 ولكن أيعقل أنه في الجزائر 2014 ميتين سرير تعال إن كل هذا المرضى وإن كان يروحوا كان يروحوا الاستعجالات العامة الاستعجالات العامة معناه منخلطة ما بين اللي مريض من قلبه واللي مريض عنده يعني الإنعاش واللي محتاج عملية جراحية مستعجلة واللي كان لابد من تشريح هذا الوضع والفصل فيها وتوزيع المهام والتخصصات باش كل حد يعرف المهمة تعوه ولهذا جات الفكرة نتاع الاستشفاء المنزلي الاستشفاء المنزلي حتى رح يخلينا نحن في الجزائر نبتعد عن ما نسميه اليوم في أوروبا بلاجرياتري يعني احنا ماناش من المجتمع اللي طيش ولديه احنا ما نرضوش بأن ولا أنت ولا أنا ولا أي كان يعني يعني يرمي ولهذا كان لابد من التفكير في هذا أنا كنت والي في ولاية من الولايات بناء لهم جابوا لهم مشروع تاع بناء تاع ما كانوا يسمى عليه بديار الرحمة رفضوه المواطنين تحدي الولاية وأنا شرفت عن العملية هذه وطلبت من الوزارة وقتها وزارة الصحة والوزارة الأولى أنا ذاك وحولناه إلى مركز للراحة وهو موجود في ولاية من الولايات وأنا نحيي المواطنين من هذه المنطقة لرغم يشاهدون فينا الآن بتأكيد لماذا؟ لأنه هذا هو التمسك وأنا أسبقه قلت الصحة ما هيش المستشفى والصحة ما هيش الدواء فقط الصحة هي المنظومة الاجتماعية المنظومة الصحية طيب مع علي الوزير ربما نقطة مهمة نتحدث عنها للقطاع أو للقضاء نهائيا عن مشكل الجنوب التوأمة بين الهضاب والجنوب العديد من المواطنين يجهلون هذه النقطة المهمة النقطة هذه هذه يجد كحل بديل في مرحلة معينة أينما حللت في أي ولاية من الولايات يقولون نحن مع النشأة مختصين نحن ما كذا القاعدة في العالم بأسره أنه الانطلاقة تكون من الطبيب العام نحن في الجزائر وين نبشي يقول لك لازم لي طبيب عام في مرحلة يقول لك لازم لي سكانار والآن نعيش في مرحلة وين تبشي يقول لك لازم لي إيرام معناه المهم طبيعي جدا أنه أنا أخذها من 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 التطور من التقدم اللي يعرف المجتمع بأن المواطن من حقه يطل أكثر يتحسن أكثر فوجدنا مشكل أنه الأطباء الأخصائيين في ذاك الوقت أنتم معارفين هذا ما كانوا يش يمشيوا الأطباء الأخصائيين ما كانوا يش يمشيوا من جانب عندهم الحق لأنه الطبيب المختص اللي ينجر من العاصمة في يده ويوصل تستقبله كاتبات تقول له ما عندكش منصب مالي تقول لها معليش خليوني فقط نخدم باش نتخلص من الخدمة المدنيا تقول له معليش يروح يشوف ما عندهش من ينام يروح ما يخلصوش لمدة 9 إلى 11 شهر حتى يقول لي يجري يقول خلصوني أنا عندي أسرة أنا عندي عائلة عندي كذا باش نعيش باش كذا فهذه كلها مشاكل حلت الوزير الأول عامر كل ولايات الهضاب العليا والجنوب يقول لهم باللي المختصين ينزلوا عندهم السكن وظيفين تاحهم وعندهم الأثاث لازم يكونوا مؤثين حاجة ثانية اللي خذناها على مستوى الوزارة هي أنه الطبيب المختص لما ينزل إلى هذه الولايات يستقبله مدير الصحة ويستقبله سيد الولي ومعزز مكرم ويمشي البيت مؤثثة ومحترمة ورحنا إلى أبعد من هذا رحنا إلى أنه الطبيب المختص اللي يبقى في هذه الولايات الدولة تتنزلوا على السكن إذن هذه كلها تحفيزات اللي ساهمت في حل المشكلة اليوم عننا تغطية ما شاء الله على مستوى الوطن بالأخص الولايات الجنوبية والهضاب العليا وجات بعد ذلك الفكرة انتعت ما نسميه بالتكوين المتواصل وكذلك الصحة الجوارية من الجنوب من المستشريات الجامعية الكبرى جات فيه توأمة أشرف عليها الوزير الأول شخصيا وهو مشكور وافق على مبلغ كبير فات 50 مليار للسنة ودرت هذه التوأمة أعطات أنه تنقل من الشمال إلى الهضاب العليا وإلى الجنوب وعطات نتائج مشرفة جدا فتنا الربع ألاف عملية جراحية فتنا الـ 17 ألف كونسلتاسيون والعملية تعاود تنطلق في ابتداء من سبتمبر هذا والأساتذة والأطباء والجراحين اللي ينزلوا يقوموا بعملية تكوين للممرضين للأطباء العامين مع زملائهم المختصين مع الجراحين وكان عندها أثر طيب وصد طيب كبير من طرف المواطنين وكان فيه يعني اعتبار كبير وهم مشكورين كثير أصحاب المآذر البيضة اللي قبلوا هذا الفكرة طيب معالي الوزير كل الوزراء المتعاقبين على قطاع الصحة وعدوا كلهم بإلغاء النشاط التكملي بما إلغاء النشاط التكملي سيؤثر عن الخدمات الصحية لتكفل بالمرضى في القطاع الخاص فرغم سلبياته فإنه لا يستهام بها سيئة معالي الوزير كيف ستتعامل وزارة الوصية مع هذا الإلغاء يعني أنت تشوف بأنه في حالة ما يعني لو يتنحل هذا النظام التكملي رح يأثر على لا ولكن أنا نقول باللي العملية يقول لك خجر بيع ريالك سيك ربما أنت حتى تنحل ردود لا لا خلينا نكمل لا هذا شيء كثير مهم القانون لما جاء جاء بنية حسنة قال بأنه الطبيب المختص أو الجراح أو أي كان عنده دو دمي جورني الآن صارت في القاعدة يعني العملية صارت عكسية صاروا هم أصحاب غير مرك هذه حاجة الأولى حاجة الثانية أنا أنا لسته ضد أنا من الناس اللي شجعوا القطاع الخاص أنا كنت والي خلقت بولفار سميته بولفار دي كينيك في قسنطنة وهاجموني كثير ولكن أنا سعيد اليوم أنه في الجزائر واحد شاب متخصص هو اللي يفتح كان لدينا كاك مفتوح أيضا خاص هنا في البوليدة درنا 19 عيادة خاصة بولفار دي كينيك في وهر رهو يطلع رهو يمشي في غردية نفس الشي وموجود في كل مكان عيادات خاصة القطاع الخاص في الجزائر يمثل 34 ألف هذا الشي اللي ما تعرفوش الناس بعد الإحصائيات اللي قمنا بها وبعد التحليل تعالى الوضع لدينا عندنا 34 ألف كابيني يعني مكتب تع طبيب ما بين صيدلي ما بين جرح أسنان ما بين طبيب مختص ما بين عيادات عندنا اليوم 4900 سرير في القطاع الخاص أنا واعي بهذا الكم والقطاع الخاص هو مكمل للقطاع العام وليس العكس فبالنسبة للنظام التكملي أنا لست ضده أنا نقول موش ممكن تكون هنا وتكون هنا لك الخيار كنت أستاذا كنت جراحا كنت طبيبا تحب تعمل في القطاع العام أهل وسهم تحب تعمل في القطاع الخاص أهل وسهم القطاع العام موجود والقطاع الخاص بعد التحريات وبعد التحليل اللي قمنا بها هو واقع موجود لك الخيار أنت أن تمشي فيه والمواطن له الحق في أنه يخير ما بين القطاع العام وما بين القطاع الخاص فإذن موش ممكن تكون هنا وتكون هنا اللي هو جامعي بإمكانه أنه مع التعليم العالي يجي ويدرس في الجامعة ما فيش مشكلة نعم وممكن في وقت من الأوقات نوصل إلى جامعات حرة جامعات خاصة ولماذا إذن الحلول ما بين أيدينا يجب أن نتخلص من اللي شوفوشمان لازم تكون عندنا الشجاعة بأنه بتكلمت على أنه كيفاش رح نتكفل به والوزراء السابقين أنا نحترمهم ونشكرهم على كل ما قاموا به لكن أنا نقول بأنه في القانون جديد هذا القانون التي نحن بسادة تقديمه القانون الخاص القانون التكميلي هذا هذا غير موجود ميكونش فيه اختيار اليوم مدام قنننا لأنه باش تكون على علم القانون القديم ما فيش باب خاص بالصحة الخاصة أو القطع الخاص قننناها ودرنا لها الجانب القانوني تاحها والطبيب الخاص عنده نفس الدور اللي يقوم به الطبيب العام نعم تكون أمر واضحة نعم طيب نعم معالي الوزير بالنسبة لتنصية المؤسسات الاستشفائية هل ستتوصل للتغييرات التي قمتم بها هل هذه التغييرات ربما ستتم عن طريقة التفتيش والزيارات المفاجئة والميدانية لمعاليكم أنا حبيت نقول فقط بأنه اليوم قريت في بعض الصحف بأنه تغيير ما تغيير أنا تكلمت كان 38 ولايات مساة تغيير بالنسبة للمؤسسات الوزيارات على مستوى الوطن فيه تغيير على مستوى المدرأ أنت على الصحة وهو تغيير يكون في وقته رح نعمل فيه رح يمس عديد الولايات فيها ترقيات فيها تغييرات وفيها إنهاء مهام على ضوء ما تم الملفات اللي وسطنا من خلال التقارير اللي مع السادة الولات وكذلك مع المصالح انتعنا العمليات التفتيشية اللي قمنا بها رح هي عمليات ما هيش ضرفية هي عمليات متواصلة و احنا نحب نكونوا واقعيين هذا شيء كثير مهم لازم يعرف العام مرخص العملية انت التفتيش ما جاتش لأنه جات القضية هذه قسنطينا العملية كانت قديمة وانتم على بالكم بها قمنا بها وهذا العملية هي اللي خلتنا ندير التشريح انتع الواقع انتع الصحة في الجزائر وهي اللي خلتنا نوصل الى قناعة بانه المنظومة الصحية او القانون انتع الصحة 85 لم يعود يستجب لما ينتظره المواطن الجزائري نظرا للتغير السريع ليعرف المجتمع الجزائري طيب سؤال فقط لميس ربما تكلمت الآن معالية الوزير عن عملية تفتيشية مست 38 ولاية جاء 48 ولاية بعد فتحة قسنطينا لا قبل العملية متواصلة قضية قسنطينا جاءت عندها اسبوعين او ثلاثة غير ممكن ان نجي انا في 48 ساعة نحض قرارات العملية تفتيش عندها اكثر من شهرين وهي متواصلة انا نقول لك اليوم مثلا فيه مفتشين مشاو الى باتنا لانه وصتنا معلومات حول الاشياء رح نخبركم بها في المستقبل عن طريق مواطنين عن طريق الادارة عن طريق الى غير ذلك فيه ولاية اخرى في منطقة اخرى وفيه ولاية مفجأة اللي رح اتعرف زيارة تكون اذا هناك اجراءات تتخذ الاجراءات تتخذ فيه من يشكر انا قلت مثلا العيادات الخاصة اللي اغلقناها لانه ما كانش ممكن انه مستحيل لانه قضية قضية صحة يعني المواطن اللي عنده عيادة وعنده دفتر شروط يوصل بانه حتى لزيسكالي يبنهم ويوصل باش يروح يداوي المرضى في داره تلمون اربح الفلوس ولكن في احترام لهذا المريض غير ممكن نعطيك مثال اخر احنا اعلننا بعثنا لكم الكوميونيكي قلنا بانه فيه غلق كذا كذا عيادة بعد يومين من عملية تفتيشية غلقنا عيادة هنا في الجزيرة العاصمة وانتم على هذا بالقبة اذا لابد العملية رح تتواصل وهذه رح تتعود بالفائدة على المنظومة الصحية وعلى المواطن وعلى اصحاب هذه العيادات لانه في الاخير تكون عنده عيادة محترمة نقية نظيفة المواطن يوصل لها عندها سمعة طيبة الناس تروح ما فيش مشكل اربح الفلوس ولكن خلي المواطن يكون فيه معالي الوزير ربما نقطة مهمة هجرة الادمغة الى الخارج التي تعاني منها الجزائر كثيرا هجرة الكفاءات الى الخارج رحوى اوروبا هل من اجراءات اتخذتها الوزارة لتشجيع هذه الكفاءات والاستثمار فيها هنا في الداخل الاستفادة منهم هنا في الجزائر هو فيه عمل فيه عمل احنا العمل اللي نقوم به انه كل ما تصل بنا طبيب او مختص سواء في الطيب او غيره احنا نشجعه انا كنت والي جبت ثلاثة من الناس كنت سبا في انهم دخلوا اليوم عندنا في وهران الناس اللي رحهم دارين عيادة من اخر ما هو موجود من ناحية التكنولوجيا ومن ناحية الاداء ومن ناحية فيه هنا في الجزائر كذلك فاذا انا نتوجه لهم من خلالكم نقول لهم بانه الابواب مفتوحة اليوم فيه واقع في الجزائر هناك قطع عام وهناك قطع خاص القطع الخاص مكمل للقطع العام من ارادة ان يعمل فيلي تفضل نعم اذا سؤال اخير ربما تجيبون عليه خلال ثلاثون ثانية فقط معلي الوزير ماذا هيئة الوزارة الوصية من اجل ربما القضاء عن هجرة الادمغة انا نظل بانه الدولة الجزائرية قامت باشيئة كثيرة اليوم رد الاعتبار للطبيب الجزائري نعم اراه في مستواه اليوم الطبيب انا تكلمتك على الطباء الاخصائيين اللي يديروا مثلا لسيرفيس سيفيل الخدمة المدنية كيفاش كانوا وكيفاش راههم الان واعتقد بانه التحفيزات اللي قدمتها الدولة الجزائرية اليوم خلتني انا كوزير ونقول عندي دفعة فيها 2400 طبيب مختص كلها نسبة 85% التحقت بالمناصب التحاورة هي تعمل وكل المشاكل التحاة محلولة كنقول كلها ربما يعني نبالغ ولكن نسبيا مقبولة جدا 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 وكلما نروح نسأل عليهم نسأل السادة الولاة نسأل الأطباء نسأل النقابات لانه احنا نعمل في يعني تكامل كبير مع النقابات واغتنم هذه الفرصة باش نحيي كل النقابات على يعني مرافقتهم لنا على الثقة اللي رهي تبنى بيناتنا وعلى العمل اللي احنا قاعدين نقوم به مع بعض نعم معلي الوزير ربما كلمة أخيرة تود أنت تفضل كلمة أخيرة أنا أود أن من خلالكم أنا أشكر كل المهنيين تعالى نتعاق على الصحة عن المجهودات اللي قموا بها ونأكد بأنه ما حدث في قسنطينا إن كان صحيحا أقول إن كان صحيحا فأنقول بأنه هذا عمل معزول لأنه هذا لا يمثل أبدا للأساتذة ولا الأطباء ولا القابلات ولا الجراحين ولا العمال لأنه هذا المصلحة أنا أعرفها جيدا في قسنطينا وكنت أول مصلحة نزورها وأنا والي في قسنطينا منذ أكثر من ثمين سنوات كنت زورت هذه العيادة وأنا اللي شريت لهم لاسيليو الآلة الكبيرة هذه اللي للأسف لم تستعمل وأعرفه جيدا هو قطاع يعرف يعني القطاع المصلحة هذه هي مصلحة كبيرة فيها 63 مرأة تنظيف أي عقل أنه في مساحة 100 متر مربع نلقى هذه الأشياء هذه نقطة استفهم كبيرة يبقى أنه نقول بأنه أنا من خلالكم أشكر كل المهنيين أشكرهم على كل المجدد نتاحهم نقولهم معا نرفع التحدي معا نحدث القطاع مع كل ما هو ماضي لا يشرف المنظومة الصحية ومعا إن شاء الله ستعرف المنظومة الصحية كيف تسترد مكانتها إن شاء الله معالي الوزير نشكرك مرة أخرى وتشرفنا كثيرا بحضورك معنا وشكرا على فتح قلبك لنا وللمواطنين شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك معالي الوزير كنت معنا اليوم شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك